بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات طلبة التعليم الفني أهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا طلبة التعليم الصناعي قسم أعمال الخرصانة المسلحة في حلقة جديدة من حلقاتكم طيب إحنا اتعودنا في الحلقات اللي فاتت نحن بنتعود دايما ناخد نبزة مختصرة عن إيه هي الجدرات في السريع بنقول إن الجدرات زي ما تعودنا وقلنا إن الجدرات تلات حاجات عشان تكون جدير أنت داخل مدرسة جدرات وبنعرفك بحاجة اسمها الجدرات الجدرات هي عبارة عن تلات حاجات اللي هي معارف ومهارات وسلوكيات المعارف إن أنت تكون عارف كل شيء وعندك سلوكيات لكل شيء تقدر تأدي به هذه المهارة يبقى إذن لازم تكون في حياتك الشخصية والعملية يعني معارف بكل شيء تأدي به المهارة وبسلوكيات معينة وبسلوكيات إيه معينة ما ينفعش أنت تكون داخل تأدي مهمة معينة وما تعرفش حاجة عن المهمة دي لازم تكون عارف كل حاجة عنها وكمان ما ينفعش تكون داخل تأدي مهمة معينة أو تروح مشوار معين اللي إذا كنت عارف عنه كل المعلومات والسلوكيات اللي أنت هتقدر تتحرك بيها وتعامل الناس بيها وتعامل زميلك بيها وتعامل كمان مدرسينك وده أهم شيء في الجدرات معاملتك إزاي لمدرسينك وعدم التنمر على زميلك وكمان كيفية استخدامك للعدة اللي أنت هتستخدمها في أداء المهمة وكيفية استخدامك وتنفيذ أدوات السلامة والصحة المهنية المستخدمة لأداء هذه المهمة أيا كانت المهمة دي؟ يعني كل ده بش مهندس الجدرات هو ده الموضوع كله الجدرات لو أنت تمام في الجدرات وبدأت تستخدم أدوات السلامة والصحة المهنية وتستخدم عدتك مظبوط وتتعامل مع زميلك مظبوط دي أفضل وأهم شيء في الجدرات بعد كده هتيجي المعارف بأسلوب كويس وبنظام كويس وهتلاقي المعارف موجودة مع مدرسك معاك على النت أو بتبحث عنها بطريقة كويسة ومن هنا تقدر تأدي المهمة يعني بجدارة وتأدي المهمة بتاعتك بأسلوب كويس وبنظام كويس وتقدر تطلع بنتيجة كويسة وتكون جدير في أداء مهمتك هي دي الجدارة تمام؟ طيب عايزين نخش بقى نتكلم في حلقتنا النهاردة مع الصف الأول من أعمال أو قسم أعمال الخرصانة شغلنا النهاردة مع الصف الأول إحنا إن شاء الله هنبدأ مع بعضينا نتكلم في الحلقة دي على القواعد المسلح كيفية رسم الأواعد بمقياس رسم 1 إلى كذا أو بمقياس رسم عامة 1 إلى 20 و1 إلى 25 و1 إلى 50 أي أن كان هنتعرف على مقياس الرسم إزاي نرسم بمقياس رسم وإزاي نرسم الأعداء ونعمل كمان للأعداء إزاي نرسمها بمسقط أفقي هنتعرف على المساقط يوه المسقط الأفقي والرأسي والجانبي نتعرف على كيفية رسم الأواعد بالمسقط الأفقي أو بالمسقط الرأسي أو كيفية استنتاج المساقط نتعلم أول حاجة مقياس الرسم وهنتعلم برضو تاني حاجة هنتعلم كيفية الرسم بالمساقط السلاسة هنشتغل في إيه الأواعد هنبدأ نشتغل مع بعضينا الأواعد وفي الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم مع بعض على حاجة مهم جدا جدا في الشدات الخشبية ألا وهي حد فاكر الكلام دو الحصة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت تتكلمنا مع بعض في إيه واشتغلنا مع بعض في إيه ورافو عليك اشتغلنا فعلا مع بعضينا في كيفية أداء وعمل وتنفيذ الخنزيرة أو الريجة أو التحليقة أو التحويطة أيا كان تقولها وقلنا أن الخنزيرة ده بش مهندس بتكون عبارة عن تحويطة أو تحليقة لمين؟ للمنشأ الذي يقام عليه أو الأرض التي يقام عليها المبنى أو المنشأ نفسه يبقى عندي أرض مثلا وليكن 300 متر وهيقام على 300 متر دول المنشأ فالتحليقة بتكون حوالين هذه القطعة الأرض اللي هي المنشأ أو حتة الأرض اللي هيقام عليها المنشأ طب عندي منطقة بيبقى فيها بش مهندس وقلنا الكلام دو وبنأكد عليه تاني عشان هنشتغل في الأواعد على هذا الأساس طبعا بنأكد بنقول إيه؟ أن التحليقة أو التحويطة لو عندي حتة أرض 300 متر برضو هتقام هذه الأرض هيقام عليها المنشأ على مساحة لا تتعدى 65% أو 50% أو 60% أشوف المساحة قد إيه من المنشأ من المكان نفسه المساحة اللي هيقام عليها المنشأ نفسه من الأرض قد إيه وأبدأ أعرف أماكنها فين وأحط لها شواخص وأحددها لو 50% يبقى إذن 300 متر هيقام المنشأ على 150 طب والبقى يا بش مهندس هيبقى ردود هتتحط عليه الخنزيرة هيبقى ردود يعني أماكن فاضية كده هتتحط عليها الخنزيرة ولكن هيستخدم الردود ده هيستخدم برضو في بعض الحاجات تاني شرحها هيطول إن إحنا في وقت تاني نبقى نشتغل فيها مع بعضينا أما الخنزيرة لا توضع فين لا توضع على بعد الردود لا توضع داخل الردود يعني خارج المنشأ أو خارج الأرض التي هيقام عليها لإيه المنشأ طيب نخش على موضوعنا النهاردة بقى ونبدأ مع بعضينا بداية خير إن شاء الله نبدأ أن يتحرك مع بعض في إقامة وتنفيذ الأواعد المسلحة كيفية تنفيذ الأواعد المسلحة تعال معايا كده بيقول لي إيه؟ بيقول لي المخرج تعلم رقم اتنين رقم اتنين تجمع وتنفذ الشدة الخشبية للأواعد مين اللي هيجمع؟ الطالب أنت طبعا اللي هتجمع وتنفذ الشدة الخشبية للأواعد والمفروض أن أنت تكون جدير بهذا الكلام أول حاجة بيقول أن لازم تكون عارف إيه هو الرسم الهندسي ولما نجي نتكلم بشمهندس على الرسم الهندسي ونعرف الرسم الهندسي زي ما تكلمنا عليه في الحلقات اللي فاتت الرسم الهندسي ده هندسة بيبقى هو لغة الموقع أو تقدر تقول لغة العالم في الموقع ما يقدرش صاحب المشروع ولا المهندس الاستشاري ولا المعماري ولا المشرفين ولا الصناعية ولا الكوماندات ولا أي حد يقدر يتعامل مع أي حد في الناس دي إلا إذا كان في لغة بينهم واللغة الوحيدة في الموقع بين الناس دي هي الرسم الهندسي اللي هو يعتبر الرسم المعماري اللي هنبدأ نتعامل به ونتكلم به مع بعض الرسم المعماري لازم تكون عارف تقرأ الرسم إزاي تكون عارف زي ما شرحنا في البداية خالص قبل شغلنا في الخنزيرة قلنا نعرف نقرأ الرسم إزاي وحددنا الخطوط بتاعة الرسم إيه هي لما يكون في خط ونقطة اسمه إيه اسمه محور ما يكون في خط منقط اسمه إيه ده بيكون اسمه أكيد حاجة مستخبية في حاجة أو حاجة مدارية في حاجة تاني طيب إيه تاني خط خفيف كده ده خط مقاس حلو طيب خط تقيل شوية خط مقاس أكبر يعني من إلى الخط الخفيف بيبقى من المحور إلى المحور والخط التقيل بيبقى منين؟ من المسافة الكلية ما بعد المحاور يعني من بره بره المنشأ أو من بره بره البكية اللي هو شغل عليها طيب فيه خط أتأل خالص خط تالت بيبقى بره كل المقاسات دي كلها بيبقى اسمه خط بداية المشروع أو ونهاية المشروع اللي هو الخط التقيل مسافة المشروع أو المنشأ من الألف للياء من نقطة البداية خط التنظيم اللي في النأول إلى خط التنظيم اللي في الآخر ده الخط الخطوط اللي ممكن تلاقيها فين؟ تلاقيها في الرسومات كمان عندي بعض اللي ايه؟ تعال معي على الداتا لما عرفك برضو بعض الجداول اللي ممكن تكون موجودة في الرسومات الهندسية نتكلم مع بعض عليها بص معي على الداتا كده بعد إذنك أيوة نوضح كده الموضوع دلوقتي أيوة هي كده ظهر معاك تمام؟ في عندي أحيانا بيكون في الجنب كده معمول حاجة خط كده أو مربع وبيكون مكتوب فيه طبعا متقسم إلى كذا خانة الخانات دي بتكون مش خاناته خلاص لو هي ده المشروع بتاع الأواعد أو رسمة الأواعد بيقوم على يلي هنا ده رقم الأعدة اللي هو قاف واحد وقاف اتنين وقاف تلاتة لو دي بتاعت مثلا الشدة الخشبية أو بتاعت الخرصانة مثلا يبقى بيقول لي قاف واحد طول كذا طول عرض ارتفاع طول وإيه؟ وعرض وارتفاع يعني مقاس الأعدة مقاس الأعدة رقم واحد دي هيبقى مكتوب كده على جنب يقول لي قاف واحد دي طولها كام؟ طولها اتنين متر وليكن اتنين متر طيب ونفس القاف دي اللي هي قاعدة واحد بتساوي يبقى اتنين متر في كام؟ في العرض بتاعتها كام؟ متر ونص مثلا وكمان مثلا ممكن يكون الارتفاع بتاعتها ستين سنطي طيب قاف اتنين ممكن يقول لي قاعدة مربعة متر ونص في متر وإيه؟ ونص والارتفاع ستين برضو طيب قاف تلاتة ممكن يقول لي متر ونص في مية خمسة وسبعين أو متر وخمستاشر في ارتفاع ستين برضو لأن الارتفاعات في الأواعد لازم تكون إيه؟ واحدة فمن هنا أنا لما بص في رسمة الأواعدة باش مهندس هلاقي اللوحة دي هلاقي الايه؟ اللوحة اللي موجودة قدام مني دي والجدول اللي موجودة قدام مني دا والرسمة بقى مرسومة عندي بالشكل اللي انت هتشوفه ان شاء الله كمان شوية وهنرسم هنا المسقط الإيه؟ الأفقي أو المسقط الرأسي بتاعنا وكمان من هنا عايزين نوضح حاجة تاني خليك معنا الدياتة برضو نوضح مقياس الرسم مقياس الرسم لما يقول لي مقياس رسم واحد إلى هندي مثال بس واحد إلى خمسة وعشرين هنجي نبص للواحد ده هنقول ده يعني واحد متر يعني ميت إيه؟ ميت سنتي الميت سنتي دول تمام؟ الميت سنتي دول فيهم كام؟ هنقول على خمسة وعشرين هيديني كام يا هندسة؟ أيوة هيديني أربعة يبقى إذن الأربعة دي باش مهندس المية دي على الخمسة وعشرين تديني أربعة الأربعة دي المتر ده اللي هو الواحد متر اللي احنا قلنا ده يعتبر المقياس الرسم بتاعه هأضرب المقياس الرسم بتاعه اللي هو أربعة ده في أي واحد متر أي رسمة أو أي شيء أي مقاس هيجيني فين؟ هيجيني في أي رسمة عشان نرسمها على اللوحة في الطبيعة تلاتة متر مثلا هضرب أربعة في تلاتة هتديني كام تلاتة في أربعة؟ باثناشر سنتي على الرسم اثناشر سنتي على الايه؟ على الرسم طب في خط على الطبيعة مثلا وليكن مثلا ستة متر ستة متر هقول على طول طالما هتخذ مقياس رسم واحد إلى خمسة وعشرين يبقى أقول ضرب في كام؟ بالضرب في كام؟ في خمسة؟ لا في أربعة لأن الخمسة وعشرين قلنا هنضرب في كام؟ في أربعة يبقى بتساوي كام؟ الستة متر دي هرسمها كام على الرسم ستة متر دي على ايه؟ يعني ستة متر دي؟ آه برفع عليك ستة متر على الطبيعة هي في الطبيعة المقاس ده ستة متر طيب لما جاء أحوله إلى مقياس رسم عشان أرسمه هرسمه كام في الرسمة؟ مش هرسم الستة متر هقوم رسم الخط بتاعها اللي هو كام؟ اللي هو ستة متر؟ أقوم كاتب عليه ستة متر؟ لكن هكتبه كام؟ الأربعة في ستة؟ آه الأربعة في ستة واربعة والعشرين أربعة والعشرين ما كتبش هنا بقى الاربعة هكتب الاربعة وعشرين ولا هكتب الستة متر هكتب الستة متر يبقى انا رسمتها كام على الرسم اربعة وعشرين ماشي بس مش هكتب الاربعة وعشرين هكتب كام الستة متر على الرسم هكتب الستة ايه الستة متر يبقى اذا مقياس الرسم هو نقل الرسم او رسم الايه يعني المأسات الطبيعية على اللوح بقى مأسات معينة تليق بها تليق ايه تليق به هو ده مقياس الرسم مش هينفع ارسم لوحة او ارسم في لوحة في ورقة كده ستة متر او سبعة متر او عشرة متر او منشأ مثلا عبارة عن مسافة بتساوي عشرة في عشرة او عشرة في عشرين مثلا يعني حوالي ميتين متر هرسمهم ازاي على الرسم هنا لازم اعمل حاجة اسمها ايه مقياس رسم طب مقياس الرسم عندي واحد الى عشرين يبقى اذا هضرب في كام هنا اقولي الميت سنتي على كام على العشرين هتديني كام هندسة هتديني خمسة يبقى اي شيء هضربه بالضرب في كام في خمسة على طول اي رقم هيجيلي هضربه في كام في خمسة على طول اي رسمة هتيجي عايز ارسمها هضربها في خمسة طب بيجيلي منين هو بيجيلك يقولك ارسم مقياس او ارسم الرسمة الفلانية بمقياس رسم واحد الى خمسة وعشرين او واحد الى عشرين او واحد الى خمسين ايا كان يبقى اذا من هنا عرفنا الرسومات بتيجي ازاي بتيجي طبعا مش مرسومة يعني بنفس الطبيعي اكيد يعني ولكن مكتوب عليها المقاسات الطبيعية هتبص فوق كده في الرسمة هيتلاقي المهندس كاتبلك فوق الرسومات دي او الخريطة دي مرسومة بمقياس رسم واحد الى كزا واحد الى كزا دي على طول بتعرف واحد لخمسة وعشرين يبقى انت ضارب في كام ضارب في اربعة اي مقاس موجود او مكتوب عندك بتضربه في اربعة هتعرف طبيعته ايه او مقاسه على الطبيعة كام يبقى اذا من هنا نبقى عرفنا كده مقياس الرسم جاء مثلا لوحة كبيرة جدا خريطة العالم مثلا هل دي كده معمولة كده وخلاص لا اما رسومة بمقياس رسم برضو بمقياس رسم بحيث تصغر الى المسافات اللي احنا نقدر نرسمها ونشوفها على اللابتوب او الكمبيوتر او التليفون او بتاع ايا كان حتى انت لو فردت اللوحة كده على الطبيعة او على التليفونك او على اللابتوب تبص تلاقي ايه ممكن يجيلك مكان المنشأ اللي انت قاعد فيه او البيت اللي انت قاعد فيه او المنطقة اللي انت قاعد فيها هل دي كده من فراغ لا بمقياس رسم بمقياس رسم برضو فمن هنا اذا الرسومات الهندسية مرسومة بمقياس رسم ولازم تكون بتعرف تقرأ الرسم وتعرف ان المقاس اللي موجود ده المقاس الطبيعي ولكن مكتوب ومرسوم بمقياس رسم يعني انت لو جبت المسطرة وخدت المقاس ده استاذ من اي مقاس موجود عندي اضربه في مقياس رسم اللي هو جابهولي في اللوحة يطلع لي المقاس ده او يطلع لك على الطبيعة او يطلع لك المقاس اللي موجود فيش اي مشكلة خلص تمام كده يبقى كده عرفنا الرسم الهندسي وعرفنا كمان مقياس الرسم نقدر نشتغل عليه ازاي ده مثلا منظور والمنظور ده بيطلع منه او شغال على اساسه ان هو بيقول لي طلع لي منه المستوى او المسقط الافقي للاواعد اللي موجودة عندي سواء قاعدة عادية او قاعدة مسلحة ايا كانت هيشتغل على قاعدة منفصلة يعني فعندي المنظور زي ما انت شايف كده لو بصيت تحتيه هتلاقي ده شكل الاعدة الافقي شكل الاعدة الافقي لو بصيت للمنظور برضو من الجنب كده هتلاقيه طالع منه شعاع وكأن انت بتبص للمنظور من الناحية التانية دي او من المسقط الاي او المستوى الرأسي وكمان هرسمها لك دلوقتي برضو لو بصيت على الجنب الناحية التانية هتلاقي شعاع خارج من المنظور وكأنه بيقولك ان الاواعد او الاعدة دي العادية والمسلحة ورقبة العمود دول شكلهم ومقسهم ايه من الجانبي طيب يا استاذ تعال معايا كده نبص مع بعضينا ونبدأ نحاول ان احنا نتعلم مع بعض ازاي ارسم مصقط رأسي واخرج من المصقط الرأسي الجانبي واخرج من الافقي منه الافقي او ارسم مصقط افقي ايا كان واخرج منه او استنتج يعني منه المصقط الايه الرأسي والجانبي طيب ازاي الكلام ده ينفع ايوة لازم تتعلم ان انا لو بصيت للقعدة دي من فوق يظهر ايه ومن الجنب يظهر ايه ومن الجنب التاني اللي هو الرأسي يظهر معايا ايه عايزين نتفع على حاجة قبل ما نبدأ في الرسومات ايه هي الحاجة دي نتفع على ان احنا المصاقط اللي موجودة عندي التلاتة لازم كل مصقط ليه جهتين بيكونوا بينين وفي مصقط بتلاقيه اكيد عشان هستنتجهم من بعض بيكون في متفقين تلاتة لازم يكونوا متفقين مع بعض في يعني مثلا ايه في مقاس معين طيب نجي نتكلم في المصقط الافقي المصقط الافقي لو انا بصيت لأي حاجة من فوق هاشوف ايه هاشوف طولها وعرضها حلو كده يبقى ازا لو بصيت للاعدة من فوق هاشوف طول الاعدة وعرض الاعدة ايا كانت بقى مربعة مستطيلة اعدة مشتركة اعدة شرطية بيت عمود اي حاجة اي حاجة ايا كانت هابصلها من فوق هركب طيارة كده وبص من فوق اتخيل يعني ان انا ببص للحاجة دي من فوق يبقى إذن ده اسمه مسقط إيه؟ مسقط أفقي بيظهر في المسقط الأفقي إيه؟ الطول والعرض الطول والإيه؟ والعرض طيب لو أنا جيت للحاجة دي اللي هي القاعدة أو العمود أو الميدة أو أي حاجة وبسط لها من جنب كده بس الجنب ده واخد الطول يبقى ده المسقط الإيه؟ الرأسي طيب المسقط الرأسي ده إيه اللي عرفك كباش مهندس إنه هو رأسي لأنه ظاهر فيه الطول والارتفاع الطول والارتفاع حلو؟ يبقى إذن الأفقي طول في العرض أما الرأسي الطول في الارتفاع طيب هوضحها لك تاني على الرسم دلوقتي بس خلي بالك معايا ركز في الحتة دي كويس جدا عشان هنرسم الأعدة مع بعض ومن خلصها رسم هنرسم عليها الشدة الخشبية بس ركز معايا يبقى الأفقي طول في عرض والرأسي من الجنب كده الطويل اسمه الطول في الارتفاع طيب من الجنب التاني اللي هو الجنب القصير شوية العرض في الارتفاع العرض النفس القاعدة في ارتفاع نفس الايه القاعدة افتكر كده معايا عشان هنرسم مع بعض متفقين مع بعض في ايه؟ كل حاجة متفقة مع حاجة في حاجة تانية التلاتة مرتبطين مع بعض زي الراجل وزوجته وأولاده ما حدش يقدر يستغن عن التاني فإذا عشان أجيب الأفقي ينفع أجيب منه الرأسي واستنتج منه الايه؟ القفء الجانبي كمان تعال معايا على الداتة كده نبص مع بعضينا ونحاول نرسم مع بعض الايه؟ المسخط الأفقي للقاعدة دي تمام كده؟ اهي حل ادي وليكن عندي القاعدة بالشكل ده اهي مثلا ادي الطول وادي العرض وكمان لازم يبقى أنا قلت هنا مسخط ميم يعني مسخط أفقي ميم معماري طب ده مسخط الايه؟ الأفقي باين في ايه؟ ببص الفين للقاعدة من فوق شفت الطول قد ايه؟ والعرض قد ايه؟ على طول أقوم عيه عمله كده محددله الطول بتاعي كاما باش مهندس وليكن متر ونص في متر وايه؟ في متر ونص قاعدة مربعة يعني مثلا في متر ونص ايا كانت قاعدة مربعة قاعدة مستطيلة هو ده الرسم المعماري بتاعها اللي هو المسخط الافق يا أستاذ طيب باش مهندس تعال بقى نستنتج من المسخط الافق ده الايه؟ المسخط الرأسي ينفع تقدر تستنتج انت تفتكر من شوية كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان المسخط الافق ده طول في ايه؟ في عرض والرأسي طول في ارتفاع تم تيجي ناخد الطول كده متفقين مع بعض فين؟ في الطول أنا أعلم كده ودي الخط بتاع مين؟ الطول نايس مين؟ الارتفاع هبص بقى في اللوحة اللي هو فكر ما كنت قلت لك انه هو هيرسم للوحة على جنب كده وقوله الطول في العرض في الارتفاع حلو هاخد الارتفاع منين؟ من اللوحة او من الجنب اللي هو ايه؟ مكتوب الجدول ده يبقى ده طول في العرض اللي هو الطول في العرض اللي هو الأفقي والارتفاع مين هو حددهولي فين حددهولي في اللوحة أو أنت عارفه من مدرسك ارتفاعها كما أستاذ القاعدة دي هيقول للارتفاع على طول الارتفاع بيبقى كام يا هندسة ستين مثلا أو سبعين أو تمانين حسب ما الرسم المعماري يجيلي طيبة باش مهندس لسه مين لسه المسخط الجانبي المسخط الجانبي بيظهر فيه باش مهندس المسخط الجانبي بيظهر فيه العرض أيوة العرض يبقى ماخد العرض كده أصاد مين أصاد على طول أستنتجه من الأفقي طيب لو هرسمه بالنسبة للا أصاد المسخط الرأسي ينفع آه ينفع مفيش مشكلة بس عشان المساح ولكن احنا نرسمه هنا عشان خاطر المساح طيب يا أستاذ هيظهر فيه هنا المسخط الأفقي هيظهر أو هيتفق مع المسخط الأفقي في العرض وكمان الارتفاع هيتفق مع مين هيتفق مع المسخط المسخط الرأسي هيتفق مع المسخط الرأسي يبقى من هنا متفق معاه في الارتفاع اللي هو ستين سنتي وكمان متفق مع الافقي في ايه في الطوء العرض في العرض نفسه اللي هو كام المتر وخمسين سنتي المتر واخمسين سنتي ومتفق هنا مع الرأسي في الايه في الارتفاع يبقى ده هاقدر اقول عليه ميم يعني مسقط جانبي ميم معماري يعني وده اقدر اقول عليه ميم يعني مسقط رأسي ميم يعني معماري كويس يبقى من هنا اقدر استنتج اي رسمة من دول لو انا عندي المسقط الرأسي اقدر اطلع عليه بالمسطرة والقلم الرصاص والمسطرة والمسلس اطلع او استنتج عليه المسقط الايه الافقي وكمان استنتج منه المسخة الرأسي فإحنا استنتجنا المسخة الرأسي المسخة الجانبي من المسخة الأفقي ينفع أنا استنتج المسخة الجانبي من المسخة الرأسي ينفع لو موجود ولوحة كبيرة أقدر استنتجه في الجزء دو وفي المكان ده ويبقى طالع معايا العرض له عرض القاعدة نفسه أما هنا عشان اللوحة صغيرة شوية فاستنتجناه أصاد مين أصاد المسخة الأفقي طب لو وديتك الأفقي وقلت لك استنتج عليه الرأسي ينفع آه ينفع طبعا على طول هترسم الارتفاع بتاعي اللي هو بتاع المسخة الرأسي وبعد كده تاخد الطول اللي تذكر فين تذكر في الرسمة نفسها أو في مثلا اللي هي الجدول اللي على جنب يبقى من هنا عرفنا إزاي هي تطلع تستنتج المسخة بتاعتك يبقى عندي المسخة التلاتة هنعدهم تاني على السريع مسخة أفقي مسخة رأسي مسخة جانبي معماري طيب النهاردة عشان أستنتج المسخة أو أعمل المسخة ده المسخة بتاعتي كلها مشتركة مع بعضها في طول واحد مثلا كل مسخة مشترك مع التاني في طول معين أو عرض معين أو مقاس معين زي ما بنقول طيب المسخة الأفقي لازم تعرف إيه اللي بيظهر في كل المساقط الأفقي بيظهر في المسخة الأفقي لأي حاجة بيظهر في الطول في العرض الطول في إيه في العرض طول الشيء في عرض الشيء مش ارتفاعه خلي بالك عشان هنيجي للعمود هيبقى المسخة الأفقي حاجة تانية خالص بس إن شاء الله السنة الجاي هنا الطول يعني الطول كده الطول أفقي الطول في المستوى الأفقي حلو الطول في العرض ده المسخة الأفقي أما المسخة الجانبي بيظهر في إيه العرض في الارتفاع أما المسخة الرأسي بيظهر فيه الطول والارتفاع الطول والارتفاع ده المسخة الرأسي يعني ما نقول لك المسخة الكبير أنه فيهم اللي هو في الجنب أي مسخة جانبي كبير عشان ممكن الاتنين واحد يقول عليهم إيه مسخة جانبي طب لما تيجي أنت عايز تحددهم والصناعي بيقول ده من الجنب تحددوا أنه هو جانبي إزاي من الجنب من الجانبي رأسي من الجانبي تحددهم إزاي المسخة الرأسي دايما موجود فيه طول الشيء وارتفاعه أما المسخة الجانبي الرسمي زي ما بترسم في الرسومات والمناظير اللي هو بيظهر فيه العرض والارتفاع العرض والإيه والارتفاع طيب تعال نشوف هو مجهز لنا إيه تاني أو بيتكلم على إيه تاني جايب لي شكل الأواعد لما تكون الأعدة فيه أعدة جار وأعدة شرطية وأعدة مشتركة خذت بالك وأعدة فيه عمود فيها منقول يعني لو بجينا نتكلم على الأعدة اللي هي على الشمال خالص دي بيظهر لك دايما دايما بيرسم لك الأعدة أو بيكون عندي أعدة عادية من أسفل الأعدة المسلحة وفوق الأعدة العادية أعدة إيه مسلحة وبعدين بيركب عليها العمود ومن هنا كمان عندي شداد شداد وعندي أعدة داخلية تحتيها تحتيها يعني أعدة عادية وبعد كده فوقيها أعدة مسلحة وعليها العمود وركب عليهم حاجة اسمها شداد طب إيه الأعدة اللي على جنب دي وإيه الأعدة الداخلية دي قالك الأعدة اللي على الجنب ده بيبقى العمود على طرفها على طول على الطرف على طول الأعدة اللي على الطرف دي أو على حدود مين حدود الجار حدود إيه الجار تمام فعشان كده من هنا الأعدة دي بدأ يعمل لها إيه يعمل لها العمود بتاع على الحدود على طول فعشان كده لو ضغط عليها من أعلى هيحصل لها عملية انزلاق فعشان ما تنزلقش أو ما يحصل لها انزلاق فرح ربطها بحاجة اسمها شداد مع الأعدة الداخلية وإن شاء الله الموضوع ده هنبدأ نشرحه مع بعض أكتر ونرسومه مع بعضينا وكمان وإحنا شغالين في الميد والشدادات إن شاء الله ولكن بنوضح هنا أشكال الأواعد عندي بقى دي شكل الأعدة الأفقي طبعا ومن الناحية التانية اللي على اليمين أعدتين عليهم عمودين والأعدتين دول ملتصقين ببعض يبقى اسمها أعدة شريطية أعدة إيه باش مهندس أعدة شريطية وتحتها على طول لازم يكون برضو أعدة عادية وفقها أعدة مسلحة أعدة عادية يعني إيه أعدة عادية يعني أعدة ما بيكونش فيها حديد إطلاقا الأعدة العادية بيبقى فيها رمل وسن أو زلط يعني رمل وزلط وأسمنت فقط لغير بنسب معينة نفس النسبة في الرمل والإيه والزلط أما الأسمنت بتقل شوي بتقل شوي وأحيانا باخد الارتفاع بتاعها برضو ارتفاع بسيط يبقى نص ارتفاع الأعدة المسلحة ما بيوصلش نصها كمان أحيانا بعض الناس تديها طبقة نظافة خمستاشر أو عشرين سنتي فقط لغير للتسوية لإقامة الأعدة المسلحة عليه أيا كانت بقى إذا كانت أعدة منفصلة أو أعدة متصلة أو أعدة شريطية أو أيا كانت أعدة مشتركة مشتركة يعني معها عمودين اتنين شريطية يعني مجموعة أعمدة مرتبطين ببعض في أعدة إيه؟ في أعدة واحدة اسمها أعدة شريطية طب مشتركة يعني المشتركة دي فيها إيه؟ مشتركة أعدتين مشتركين يعني انضموا البعض وبقوا يشيلين عمودين اتنين وبقوا يشيلين عمودين اتنين يعني مسافة بينهم كانت قصيرة شوية أو قليلة مش هين فيعمل جنب فعمل إيه؟ أم ربط اللي اتنين مع بعضهم عملهم تسليح واحد وصب واحدة وشدة واحدة أو تسندوق واحد بس وعمل فيهم اللي اتنين العمودين وربطوا بعض واشتغلوا على هذا الأسياسي بقى أعدة منفصلة أعدة شريطية أعدة متصلة بميضة أعدة مشتركة أعدة إيه؟ مشتركة طيب إحنا النهاردة عايزين نتكلم على إيه؟ تخطيط وتوشيح الأساسات زي ما خططناه طبعا في اللبشة ووشحنا الأساسات عندي طبعا الأساسات يا بش مهندس أنواع الأساسات دي أنواع الأساسات السطحية عايز أكلمك طبعا عليها قبل ما نخش في الشغل الرئيسي بتاعنا إن ما كملناهوش النهاردة هنكمله في الحلقة اللي جاية بس نعرف أهم حاجة أنواع الأساسات وإحنا شغالين كده في الأعدة أو الأواعد الأساسات دي أنواع نوعين عندي اللي موجودين وإحنا شغالين بيهم في جمهورية مصر العربية العريقة طبعا الأساسات السطحية وأشكال وأنواع زي ما قلنا دلوقتي طيب في أساسات تاني غير الأساسات اللي احنا اتكلمنا فيها دي آه في أساسات اسمها الأساسات العميقة تعال ناخدها من الأول كده الأساسات السطحية دي زي إيه الأعدة الشريطية زي ما قلنا دلوقتي أعدة شريطية يعني إيه أعدة فيها كزا عمود أو مرتكز عليها كزا عمود أو بتتحمل بتشيل يعني كزا عمود عمود دي ثلاث عمدان أربع عمدان خمس عمدان زي ما تقول بقى طيب الاعداء المنفاصلة دي اعداء بتشيل عمود واحد فقط لغير اعداء ايه منفاصلة اعداء منفاصلة بتشيل عمود وكمان مش متصلة بايه بميدة الميدة بتاعتها بتبقى علوية اسمها سيميل طيب خش شباش مهندس على النوع التاني احنا جايبينها من على اليمين خلي بالك الاواعد المشتركة ايوا المشتركة دي لسه يلها دلوقتي يمين فاكر اعداء مشتركة برافو عليك اعداء مشتركة يعني اعداء مشتركة في عمودين يعني اعداء واحدة بتبقى شيلة عمودين بيجي نعملها في المسطح بتاعها فلقينا المسافة اللي بين الاعدتين بقت ايه مسافة بسيطة يعني جينا نعمل الاعداء ويعني نحفرها فبعد ما حفرنا او هنسند الاعداء فلقينا المسافة بين السندوق ده والسندوق ده ايه مسافة بسيطة وروحنا قومنا شايلين الجنب ومشاركين الاتنين الأعدتين في إيه الأعدتين في صندوق واحد كده اسمها بقت إيه مشتركة هتشيل العمود ده هو هو برضو والقعدة التانية هتشيل العمود هو هو ولكن سمناها قعدة واحدة مشتركة لعمودين قعدة واحدة إيه مشتركة لعمودين عشان كده سمناها إيه طب إيه الأساس اللي بعد كده تيجي نبص مع بعض عليه آه بيقول لي أواعد الأعمدة سابقة التجهيز فيه كلام ده فيه قاعدة سابقة التجهيز اللي هي لما نكون احنا عايزين نعمل منشأ بقى بطريقة سريعة شوية وبتكون الاواعد بتاعته موجودة او مصبوبة قبل كده الاواعد بتاعته ايه مصبوبة قبل كده هي دي الاواعد السابقة التجهيز قاعدة عمود كده وبيجي يتركب عليها الاعمدة في الموقع نفسه تيجي قاعدة مصبوبة سواء عادية او مسلحة والعادية دايما تتصب في الموقع اما المسلحة بتيجي مصبوبة في منشأ معين او في مكان معين سابقة التجهيز يعني مصبوبة في المصنع او مصبوبة في محط تصبخ رصانة لها مكان معين بتتعالج بعلاج معين وتتحط فيها الحديد بتاعها بكميات الاسمنت الموجودة او المطلوبة بالزيادة بحيث تقدر تنقلها وتوديها وتجيبها وعليها الاضافات المطلوبة بتيجي تتركب على طول فين في قلب الموقع عشان تنجز معاك في الشغل يعني تلاقي عمارة كده معد يعني اقامتها ممكن تخلص في اربع شهور او خمس شهور او سنة مثلا لا هي دي بقى العمارة دي شهر واحد بتبص تلاقيها ايه كومبيليت بتلاقيها خلصانة تمام حتى المباني والتشطيب وكله تمام فين في شهر او في شهر فيش اي مشكلة خالص العلم بيتقدم وما كناش نتقدم مع العلم هنتأخر ونفضل زي ما احنا محلك ايه محلك سر طب فيه نوع تاني من الاساسات السطحية اه لما تيجي تبص تلاقي الاواعد دي اللي انت هتعملها في المنشأ بتاعك الاستشاري بتاعك او الانشائي المهندس اللي هيعرف هياخد انت هتعمل كم دور يا باش مهندس هتقول له انا هعمل مثلا عشرين دور فتيجي تعمل الاواعد او عشر دوار مثلا تيجي تعمل الاواعد بتاعتك تلاقيها مثلا اه يعني الاواعد هتقرب من بعضها والمسافات مش هينفع تشيل المسافة او الارتفاعات طالما علية عن ثمن ادوار من بداية من ست او سبع ادوار ابدأ تعمل لبشة ابدأ اعمل ايه حاجة اسمها لبشة مش هينفع ارفع الاعدة مثلا متر او متر وخمسين لا اعمل لبشة بقا في الحالة دي اعمل لبشة واعملها متر ومتر وعشرة ومتر وعشرين ومتر وثلاثين ومتر واربعين ابدأ من متر تشيل عشر دوار على طول اللبشة بتاعتي بزيل الارض كلها من المنشأ او احفر الارض كلها واعمل طابقة خرصانة عادية نظافة للموقع كله اللي هي الدكة الخرصانية العادية عشرين او تلاتين سنتي وابدأ اعمل بقا اوطار وان شاء الله هنتكلم فيها واحنا بنسلحها الكلام ده تسليح اللبشة وازاي شغل اللبشة ولكن انا بقولك ده نوع من انواع الاساسات اللي هي اللبشة ازيل الارض كلها من الاتربة او من الردم وابدأ اعمل ايه ابدأ اعمل لها دكة خرصانية واعمل حديد تسليح وبعد كده بشمهان لسا اقوم عامل ايه اقوم رافع الحديد بتاعي للمنسوب المطلوب اللي هي خلال ان الارض او العمارة بتاعتها تبقى عشر ادوار يبقى ارتفاعها متر ارتفاع اللبشة متر طب حداشر دور متر وعشرة اتناشر دور متر وعشرين متر وثلاثين يعني يا استاذ الكلام ده يعني انت كل دور بعشر سنتي بس بداية من المتر بداية من كم من المتر حلو تبدأ ترفع الدور عشر سنتي ارفع الدور ارفع للدور الواحد ارفع له عشر سنتي عشان تقدر تعمل ايه تبني عليه على العمارة دي دور تاني ترفع اللبشة عشرة سنتي يبقى ارتفاع اللبشة عشرة ميت سنتي يعني متر يعني تبقى عشر ادوار خمستاشر دور لازم اللبشة تكون ارتفاعها ما يقلش عن متر ونص ارتفاعها مش المحيط ولكن اللبشة لازم تكون ليها محيط المنشأ كله مع زيادة الرفرفة تعال بقى مع بعض كده نكمل او نعرف ايه هو النوع التاني من الاساسات تعال بص كده معايا اسمه الاساسات الايه العميقة الاساسات العميقة دي موجودة عندنا اه في حاجة اسمها الخوزيء اللي في النص دي على جنبها من الناحية التانية حاجة اسمها الايه الابار الاسكندراني الخوزيء وبعد كده الناحية التانية القيسونات لما تيجي تبص تلاقي الارض بتاعتك مش هينفع تعمل فيها بعد الجسة قال لك ولا ينفع نعمل اللبشة ولا ينفع نعمل ايه اواعد هينفع نعمل الاساس بتاعي فين على مسافة مثلا وليكن تمانية متر تسعة متر هتعمل ايه في ديه هتحفر المكان ده كله وتعمله حاجة اسمها مثلا اواعد مش هينفع هتأسس على تمانية متر ازاي او تسعة متر او عشرة متر ازاي قال لك لا اعمل لها حاجة اسمها القيسونات حلو احفر وابدأ صب خرصانة وابدأ حمل واعمل طبانة واعمل زبط الدنيا دي تمام طب ايه تاني الخوزيء وليها انواع كتير بقى الخوزيء الخوزيء دي بتوصل لمسافة 20 متر و13 متر و15 متر زي ما انت عايز في منها المصبوب جاهز بيجي يتركب في قلب الموقع بيتركب او يتدق عليه بآلة هيدرونيكية وتبدأ تدق على راس الخزوق نفسه لغاية ما يوصل المسافة اللي انت عايزها زي الخوزيء اللي انت بتشوفها بتتدق فين في قلب البحار عشان نعمل يعني كبري نعد عليه من ترعى على ترعى او بحر او نهر او ايا كان تمام يبقى دي الخوزيء الجاهزة فيه خوزيء بتتصب في قلب الموقع زي الخوزيء اللي بتتصب فين اللي بتتصب فيه اثناء الكباري طبعا شغلين البلد كلها طبعا الفضل الله منتشرة وكل الناس شافت الكباري وهي واحنا شغالين فيها في السوق طبعا وكل واحد جنب منه كبري بتعمل شاف الخوزيء بيتصب في قلب الموقع ازاي تحفر بالبرلمة لغاية اما توصل الارض التي يراد التصميم عليها او الانشاء عليها او نهاية الخوزيء عليها تبدأ تصب الخوزيء في قلب الموقع ده خوزيء بيتصب في قلب قلب الموقع فيه حاجة اسمها بعد كده القيسونات دي حاجة بقى ايه هي هي نفس الخوزيء ولكن دي اعمقها كبيرة جدا 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 وليها طريق تاني خالص وشغل تاني خالص بعد كده الخوزيء والقيسونات والايه وال يعني والابار الاسكندراني بقى ابدأ اعمل عليهم من فوق حاجة اسمها طبانة والطبانة دي بتشيل المنشأ اللي انا عايزه سواء اعمل عليها لبشة او طبانة وبعدين اللبشة او سواء هعمل عليها عمود تاني يشيل الكبر او يشيل ايا كان الحاجة اللي هبدا يشتغل عليها من هنا عرفنا انواع الاساسات اساسات سطحية اساسات عميقة عرفنا جميع انواع الاساسات السطحية عرفنا جميع انواع الاساسات العميقة وتعرفنا عليها كل حاجة هنبدأ نشتغلها في معادها مع بعضينا تعالى مع بعض تاني نكمل شغل اللبشة اادي او ده شغل الايه الاواعد بتاعنا او اللي احنا شغالين فيه النهاردة شغل الاعدة طبعا زي ما انتا شايف زي ما قلنا زمان او في الحصة اللي فاتت او اللي قبلها ما منفعش اعمل اه يعني اعدى الا اذا كانت الايه موجود الخنزيرة برفع عليك الناس فاكرة والخنزيرة هي متسبتة بالماددات والخوابير ومشدود عليها الاكس الطولي والاكس العرضي للاعدى اللي انا عايز اعملها طب ايه الخط اللي نازل تحت ده اه هو ده الخط اللي انا عايز او الخطين الخط دوت ده يعتبر الايه يعتبر دوا الميزان اللي هو ميزان الشغول او ميزان الزنبة ميزان الايه الزنبة باوزن بي واخد النقطة نقطة تلاقي نقطة تلاقي الاكس الطولي والاكس العرضي وانقلها تحت عشان احدد نقطة محور الاعدى محور مين محور الاعدى اشوف بقى المحور ده الاعدى دوت هل الاعدى دي في النص ولا مش في النص لو في النص يبقى مثلا متر في متر هاخد نص متر كده ونص متر كده وهبدأ كده حددت مسافة القاعدة بالنسبة للطول والناحية التانية هاخد نص متر الناحية التانية ونص متر كده وهبدأ اخد المسافة بتاع العرض تعال نبص مع بعض كده على الداتا ونبدأ نعملها مع بعضينا وننفذ الكلام ده تاني مع بعض طيب ازاي الكلام ده انا عندي وليكن ADX طولي وADX عرضي انت هتمسك الميزان بتاعك وتبدأ ترفع الميزان من فوق وانا هابدأ اشتغل معاك على هذا الاساس ادي الميزان عايز انا نزل النقطة دي انقلها فين انقلها على الارض بحيث لما اجا انقلها تيجي فين النقطة تيجي اصاد تلاقي الاكسين على طول لما النقطة تيجي في المكان ده كده هيبقى ازان ايه هاخد من النقطة دي اللي هي المسافة دي الارتفاع دي طبعا عالي هاخد من المسافة دي كاما استاذ انا هنقل النقطة دي بخيط ايه الشغول او ميزان الزنبا اللي قدامي ده بالشكل اللي انت شايفه دوت اوزن النقطة دي على وانزلها على الارض مجرد ما الميزان يوصل الارض هيعمل لنقطة زي ما انت شايف كده النقطة دي هي تكون تلاقي الايه الاكسين طيب عندما يتلاقي الاكسين مع بعضيهم ايه اللي هيحصل هيبديني نقطة في الاسفل هاخد منها مسافة ايه مسافة نص الاعدة لو الاعدة ايه لو الاعدة او المحور ده في نص الاعدة بالزبط والناحية التانية هاخد نص الاعدة ومن ناحية التانية العرضي هاخد النص ومن الطول هاخد الايه هاخد النص طب انا عايز اوشح او انقل الاعدة تمام هخلص معاك الحتة دي عشان حلقتنا النهاردة الرابط تخلص ويعتبر كده هنخلص بس ازاي اوشح الاعدة او انقلها على الارض كده احنا نقلنا محور الاعدة على الارضة هو وبدأنا ناخد ابعاد الاعدة النقطة دي هاخدها ازاي هقوم جايب ايد ده ايد ده وميزان مية وقوم حاططها على النقطة نفسها واوزن الايه اوزن المسافة دي كده لغاية ما توق ألاقي الميزان مزبوط الميزان ده ميزان المية ده معايا مزبوط جدا حلو خلاص يبقى ازا هتتوزن معايا او تبقى الادة دي ايه الادة دي مزبوطة اوزنها ايه بالمسافة الايه الوزن الرأسي تمام طيب اوزن المسافة دي او اوزن الشكل ده او الادة دي يبقى ازا والادة على النقطة نفسها خلاص نفس القصة الناحية التانية يبقى اوزن برضو ومن ناحية اللي بعديها اللي هي الجزء او الضلع التالت والضلع الرابع وابدأ اوصلهم مع ايه مع بعضهم كده يبقى انا رسمت الاعدة فين يا بش مهندس رسمت للنجار الاعدة على الارض على الايه على الارض فين الارض الارض اللي هي يا الاعدة العادية يا امتا النظافة او اللبشة العادية الدكة الخرصانية العادية على الارض نفسها تمام من عندي ياسوب باعدة عادية وأعمل عليها أوشح عليها الأعدة دي على الأرض كده المسلحة يا إمتا أنا بوشح الأعدة المسلحة الأعدة العادية نفسها يا إمتا أنا بوشح الأعدة المسلحة على لبشة عادية اللي هي دكة خرصانية عادية طبيعي على طول بيكون معايا ألم أو بيكون معايا خيط الخيط ده مبلول بالإيه أو متعص حاجة اسمها أكسيد الأكسيد ده بقوم أنا محدد النقطة بتاعتي لو محددنا النقطة واحدة زي ما قلنا بنوزن طيب افردنا محدد نقطتين نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا بميزان الايه بميزان التوتال ستيشن هو بيجي احيانا يعني المساح وينقل الاواعد بتاعت دي كلها يديني ثلاث او اربع نقط للقعدة الواحدة ويحددني الاربع نقطة النقطة دي والنقطة دي يوم حاطة شادت عليها خيط ويشد الخيط من ناحية دي ومن ناحية دي ويبدأ نعمل الخيط كده نرفعه الفوق يوم يعمل ايه وهجبها لكم ان شاء الله ونشتغلها عملي مع بعضينا باذن الله وان شاء الله كده يبقى احنا عرفنا ايه هو في حلقيتنا النهاردة عرفنا ايه هو مقياس الرسم وكمان عرفنا او اتعرفنا على المساقطة التلاتة وكمان اتعرفنا ازاي انقل اكسين على الارض عشان اوشح منهم اعدى منفاصلة اعدى ايه منفاصلة يبقى ان شاء الله في الحلقة اللي جاية هنبدأ نشتغل مع بعضينا ازاي نعمل اعدى منفاصلة عملي بس هنشرحها الاول طريقة الشغل بتاعها نظري على الرسم نرسم جنب ونعمل الجنب ونقول تكوين الجنب ايه وشغله ايه ومن هنا بتكون حلقتنا خلصة النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة